يا فلاحين يحلي البلد الحاضر يعلم الغاية اشتركوا في القناة وانا تشأ المصارشي ومثل ما كانها ميت صيحة ورذيب ما بتعيب اخ ولا انا قلت ما بديش امشي درو بالحرام اش يساوي لا هي سالم بالصحة واحد بتهتز ما هذا هو مثل ما كانها اذا انجنوا ربعك عكلك ما بنفعك بس انتهدى يا ابنية سالم والعايد بالحج الفايت نقصان من العكل وهالسعي اختيار شو بدنا نساوي ولا الحج معبد ليعجج علينا البلد اي ولا يهم اتشيف ولا يهمني والختيارة برجية ابوي اذاك اللي راح يتمهدل قدام الناس من تحت راسي اي ولا بتمهدل ولا على باله اسمعتكم لك اخذهاي شوية مصاري بتعيشكم بدل الجمعة جمعتين وين بدك تودي ده ما غيبولكم كم يوم تترك الطوشي روحوا ع الساحل ومركوا عكساري والطنطورة هناك في شمت هوا بتشموا هوا بتتفنطزوا وبترجعوا وهز ما تقول لك اختيار خير انا ابوي دشرتو واهلي عفتهم واتبعتكو وانت عارف ان الليلة ما بكتش بده اطلع معكو والكصد يا سالم شو بدكي ياه ما هو الباين ابيان انا رحت لغرض ما فيش غيره يا ابني احتي فيش هذا غريب انا رحت اجيب مهر ندية وجبته وصار اللي صار واضحوا اللي بحسبك عليه صار لك ساعة مش راضي تقوله وليش بتضحاج شو مش عاجبك لا 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 يا ريتني ما سمعتها الحشي منك يا ابني يا سالم شو نديجتك بمهر وبلا مهر يا سالم والا هي هانا شغلات بيننا الله يديمك يا عمي الله يديمك والله هذا الامر الله يحفظ بخاطرك يا عمي فما لله بس اسمع خير انت لا شفتنا ولا ريتنا ولا رجعنا لك بعد العرس بهذا هو والله من الشيطان الرجي ما بدن أبدن بخاطرك عمي الله يسهل عليهم بخاطرك يا عمي باع السلام يا بليد نفدوا صارتوا في الحرة الفقه معلوم راحوا عن شيخه مبرجيه يا عالم يا ناس أنا بدي أفهم أبرجيه مختار بلد ولا شيخ عرمي ولا ضليتوا ساكتين ساكتين انت منهم فاتوا على الحريب أي أنا داري لو انت راح ينزل ساكتين ومدندلين دنينا كاسم من بالله العظيم كاسم من بالله العظيم ما فوت لك يا يا برجيه والله يا أنا يا انت يا برجيه بها البلد فضحني سالم فضحني الله يفضحه وينه ودي وجهه من العالم يا ناس نزل عمرت مزهر وطبطب ناها وهسا وهسا يا عالم يخال أنا شفت الختيار أبو البلبيط الله لا يحسن ختامك يا أبو البلبيط بالأول حاول يضحك علي وينشر بعدين فهمني كل شي آه وين عفر سالم مغيبوهو وابن أبو البلبيط عكرة الساحل وشو اللي ساركينا يا خالي صحيح زي ما بتكوّل الناس وش صحيح وش مبالغ فيه آه ولتيف هسا معبد بكول الله حواك ذري آه اسمع يا حسن أمو لخال احنا لازم ننضب شوي وانت بلاش تروح وتيجي عدارة بالسريسة لأتم يوم مش علي يا حاج تنشوف يا خالي تنشوف شيف ربنا بده يهوينها آه لما كتن يزبطها يا حاميد حلمك علي يا حاج شوي أيوه المجتمعون في ديوان الحج معبد وفي الحارة التحت وبعد المداولة والأخذ والرد كرروا الالتماس من سعادتكم العمل على معاكبة اللصوص والضرب على يد شيخهم ومحركهم حيث ثبت بالدليل القطعي دفعه لهم المومة إليه أبو رجيا أيوه مضبوط يا ايش تبت كلك وخاصة أن ابن المومة إليه المدعو سالم هو زعيم لتلك العصابة التي تسلب الناس أموالهم شوي يا خد شوي التي تسلب الناس أموالهم وتعتدع الحريم وتروع الأطفال أيوه ايش تبت كلك يا حامل وش بدك تقول أختي يا صب انت بس اشتب مثل ما بقول لك ونحن عموم أهالي الكرية فردا فردا المجتمعين عن بكرة أبينا انت بلحك علي والله ما نبلحك يا با شوي شوي هذا اللي حسبت حسابه وصلت لعند المجتمعين عن بكرة أبينا عن بكرة أبينا في ديوان مختارنا وشيخنا ووجيهنا المكرم الحج معبد نرفع إلى سعادتكم التماسنا ورجاءنا الذي لا نحيد عنه وهو قرار عموم أهل البلد شوي 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 باختيارنا للحج معبد مختارا على جميع أهالي بلدتنا آه أظل مضبوط طبعا طبعا ولا لليش الحج يا جماعة لا هي أحج أنت ما عليك بس يسكن طيب ما هو يا مرحوم البي ما بدأك تلمي مضيات شوف يا سيدي بالنسبة للحارة التحت أنا ضامن كلهم بمضور وأنا عليك أن نعلك وجوه الشعول والحلحين طيب والباكي والباكي ما بظلش يا حفيظ السلامي غير لفتة برجية وضاربوا مرشوب والمصارحة هايوة وما لهم أظل يا حاج هذول ما عليك منهم أنا بودي لهم الشعول بدوروا براسهم ما هو شوف يا بو حامد نعم بتبدو بالناس اللي نسرب كل واحد رحلوا إشي من سنة وجاي بسجلوا معلوم معلوم وبعدين بتبدو تلمهم مضيات كل واحد بوخذ له شكة من البلد يلا ترجلوا الله عبركة الله بس اسمي يا بو حامد نعم شوفوا أنتو الثانين تاكلوا هايوة يا بابا البلد لازم تعرف أني أنا مليش خاطر بهالمزبطة هذي مزبطتكم أنتو اللي كتبتوها وانتو اللي مضيتو الناس أنا لأدخلت ولا عبرت ولا أهمك يا حاج يلا اتفضل يا بابا يلا يا ظاحل هذون يا حاج كاعدين بمضوا في مزبطة مضوا أهل الحارة التحدى وبدو ينتقنوا على الحارة هون بقولوا قال الشعول والحلحين بجوز يمضمحهم بس أنا شفت الحاج مصطفى الشعول قال يا عم إحنا ناس بنبعد عن الشر وبنغني له مبارح والله لما مراكت على دوان المصارحة لكي انت ظاهر ومزهر كاعدين عندهم بيسهروا هاي بلاش تهيج يا بوساطي يعني ما ظلش عليك تقول إلا أنهم أجوا يمضوا كرايبنا طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنهم كلوني تعالي مزي يا بوساطي شو قلت له شو بدا كلهم قلت لهم يا عمي أنا نثور بلده وبدي رضى الجميع يعني أنا مش عارف ليش انتم ريب فايت عقلوبكم بدك أشتر من هاللي صار يا حاج ولا تهتم ولا عبالكم شيف يا حاج شو شيف اللي سركهن سالم بندفعهن أو بنرجعهن وشم مجيدي شرفيه لما الظاهر وحالك سالم واللي بيشتب مزبطة بده مخترت البلد كلها هذا بحلم والله ومشجع هاللحية إلا يطلع نكبه عخراب ولا تطالع من البينار شو نسوي بيه هو الناس اللي بتمضيره خليهم يمضط يا كعباطهم حبر عورك وتتصر المزبطة لشوكة بيك مدير الناحية إلا هاتدبية أي هو معقول نشرب الكهو يا أبو جميل كبل ما تلبيننا طلبنا أول لبيننا طلبنا وبعدين نشرب الكهو يعني هو هذا معقول يا أبو حامد شو اللي مش معقول مثل ما كان هاي أخوي يا أبو حامد نسبه كشب ما بصير مش شاء الله كان من وين تنسب من غير شار هو الواحد برتبط من لسانه ولا منجرر يا أبو حامد أنا أعطيت كل لحسن وأعطيت كل لخاله وخلص وما ظلش إلا نعكد قدام الناس وحامد ما له ما هوش من عام ولا هو أولاه ولا إحنا منكم ولا ربينا بينكم يا أبو جميل ما هوشوف يا أبو حامد الكرايب للمليحة والعاطلة للوساع وللذيات ولا أنتو كرايب بس وقت عايزت كل الواحد لا سمح الله ولو ما ظلش من الفواري حدا لا البرجة بس في الوساع وبعدين أنا شو جاييني إذا تمختر على البلد زعيط ولا نطاط الحيط لا هذه مش مليحة منك الحج معبد زلمتنا وكرابتنا وعلى راسنا وعيننا الواحد بنام على الجنب اللي بريحه يا أبو حامد شفت كلك اللي بنطع خطة كرايب وبندم شو بتهددوني يا أبو حامد لا بنهددك ولا عبالنا هذا عن رأي الحموري كلها يا سيدي 그�ي ملكلكش فيك تكلكش فيه هو يعني أنا ابن الحامونة لما بدهيري تحطني تأورة الكل يسكل فيي ليه يا سيدي انا منيش تأورة للذكالة لم بس هيش ابو حامدش حدر يكون أنا عليه مضيش شعول لحلاحيين بذيهو بتطرح م مصدرش منهو احد منهم ما هو يا اختيار ما بكاش مفتشر انه الجماعة ينبشوا تاريخ العتيق اه، أريد هم أخت مزهر؟ بعدهم على البنين، لماذا أعطيناها لابن الشيخ إيسى، ليس كذلك؟ يرحم بيك، هايك يعرفتها من أحدك طيب وهادي، بدها روح للكاضي؟ يعني بدها مشاورة؟ خلاص، كلولوهما اجدكم أخت مزهر بدك تعطيهم أخت مزهر؟ دعتش عن جد يا اختيار؟ لا يا ابن إليا، بس لازم نمضي الجماعة المزبطة خلاص، يلا يا ظاهر يلا الليلة بدي تخلص المضيات وبوشرة الصبح بدي ياك انت وابو حامد والله حامد تسروعك يساري يلا يلا يا حبيبي يلا الأخبار أبو السرش يا حاج شفر الله شار يا بساطي الشعول والحلاحات مضى على المزبطة كله غير يا رجال أبزلش عليك أنا هاي جيتي من ديوان الشيخ عيسى كلهم مضوا؟ واحد واحد صغيرهم كم لكبيرهم وبعدين يا حاج بنمضلنا ساكتين تيودوا المزبطة لمديري الناحية ويشون معكم علم الصبح حامد ميخذ المزبطة عكسارية بتقول الصبح؟ ما مزلش عليك يا حاج ولو احنا بنكسكس عن الخبر وبنجيموا لحدك ما هو انت يا حاج كلت تتصل المزبطة لمديري الناحية والهتدبيب وهي المزبطة وصلة ودبرها يا سيد العارفين انت يا حاج اسمع يا حسن فوما رخال الصبح بدنا اقتصد شوكة بيك مديري الناحية كابل ما يصيله حامد شو عليه؟ أنا حاضر ويلا حاتنا نكتب له مكتوب شو بدنا نكتب له يا حاج؟ بدنا كله ولا تطالع من دينا وصار اللي صار وان احنا جماعة مستعدين ندفع الحق وبرضو شرفين تلبنات طب واللي بيطالبه بالمخطرة لم اعبد يا حاج؟ ما هو احنا لازم نفهم شوكة بيك على المسألة مثل ما هي بدون زيادة او نقصان ونخبروا بيها كابل ما تصيله مزبطة حامد آبهو انا لازم اسري بدري وصل شوكة بيك كابل حامد ايوة سعيتها بنفهمه ان احنا جماعة كاعدين للحق وانه معبد مفسد في البلد ودواره وجاهه وزعامه والله بتحجي مزبوط ما هو يا جماعة احنا ايش بنقدر نسوي غير هيج؟ معبد الله لا يثري ثريته وشابب شره علينا وسالم الله لا يسلم فيه مغز ابره وكعنا بالفاق بتون بتون يا حاج بتون بتون يا خالي يلا كون هاتا نكتب له مكتوب يعني هيج باعتبار البلد كلها مضط على المزبطة معلوم حاج معلوم بس جماعة برجية حاج اخ 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 بس ولا يهمك توكر على الله بدي اياك يا حامد بوهتشرا من الصبح تسريعك ساريا ايوه مثل اللي كانها العاك الودي ولا توصي حطي دك في ماء بارد يا حاج اههههههههههههههة تقوميش ياما انا بقوم افتح يا ستار يا رب استنمي انا بفتح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة